السلام عليكم ورحمة الله اليوم ان شاء الله كما العادة سنأخذ واحد شئ قديمة دياله الفاس اللي هما القنطات بالروز واللوز مع السلين يدارو هادو في ممكن يدارو في الفطور ديالرماضان يدارو في العيد يدارو احتف الفطور دياليامات العاديين وممكن انا نأخذهم كادوا معانا لشي حد كما درس انا هنا يا درس واحد الاغطار وزوقتو كما شتو واخديتو معايا كادوا في الفطور الواحد ساحبتي نبدأ ان شاء الله بالنسبة المقادير سوف نحتاجو الروز الكيمية اللي بغينا كما تشوفو هنا عندي واحد جوز لايف ديال الروز البيض ماشي الروز البيض كنسلقوه مع شوش الملحة وصفيك نخليوه كينشف خصو يكون ناشف هندي هنا اللوز مقشر ماشي مسلوقي كبيت على المطايب وقشرتو عندي العسل حرة من احسن تكون عسل حرة زبدة حيوانية طبعا قرفة طريطقة الملحة المسكة الحرة وزهر وورقة الحجم الكبير هذا هو المقادر سوف نبدأ الزيت بارده نقوم بها اللوز ضرورة تكون الزيت بارده لا تكون سخونة لان كان سخونة ستحرق لا تكون طيب سوف ندوب الزبدة ضرورة تكون مهيلة سوف نحرك سوف ندوب الزبدة والمسكة سوف ندوب الزبدة سوف ندوب الزبدة سوف ندوب الزبدة تقريبا تقريبا ثلاثة ثلاثة الزبدة الزهر نضيف الزبدة ثم نضيف الزبدة نضيف الزبدة الزبدة سوف نضيف الزبدة الشوطة الزبدة ثم نحرك تكون غير الزبدة تضيف الزبدة 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 لا يجب أن يكون مية و يجب أن يكون جامع راسه و لكن الروز يكون طيب جيد و لا يكون فيه الماء كما تشاهدون هو التجمع هذا هو الشكل الذي يجب أن يكون لدينا في هذا الروز يجب أن نجمعه على شكل قلنطات سوف نحتاج الزبدة و بناءها سوف نقسم كل الورقة و نقسم على أربعة كما قلت هذه الورقة الكبيرة يجب أن يكون رقيقة كل ما كانت رقيقة كل ما مزيدا ندهنها بالزبدة هي الأولى و من بعد نأخذ هذا الروز صبيع و نلوفه بالطريقة القننطات أنا هنا أعمل بيد وحده أنتم سوف نصور بيد و نصور بيد و نصور بيد ثم تأخذوا الوقت لكي تساوب القننطات هنا هي الطريقة باينة الشرح مفصل لكي تساوبوا السيغار و القننطات نأخذوا واحد اللاطة و ندهنها بالزبدة و نستشوهم فيها لأننا نريد أن يكونوا صحيين لكي نستفيدوا منهم فلا سوف نقليهم و لكننا نريد أن يكونوا صحيين و لكننا نريد أن يكونوا صحيين أكثر مدام استعملنا العسل الحرى و اللوز بلدي هنا يدخلناهم في الفران و نضعهم يطيبوا حتى يتقرمشوا لون دهابي و يكونوا مقرمشين حتى لا ندهنهم بالزبدة هذا هو الشكل و سوف ندوزوا و إن شاء الله سوف نأخذوا العسل الحرى سوف ندفنها و سوف نعملوا فيها الصبيعات لكي يتعسلوا بمرشي و ندفنهم بشكل وقت لكي يشربوا العسل و ضروري ندفنوا كيف يخرجناهم من الفران مباشرة نعملهم في العسل كما يقومون بحلقة يجبون العسل و يدخلهم حتى الداخل يعني الروس يشربوا ممتاز نجعلهم في الوقت و ندفنهم و نحركهم و نرد الفوق لابدنا بذلك و سوف نعمل جزال و من خلق الحرى و نقوم بطلب واحد يمكنهم وناس نقوم بم poder و نقوم بصاصل و نمتعد في مجمد و حتى نقوم بمكتب نجبدوهم و ننقلهم كما نريدهم هذا هو الشكل و ننقلهم مباشرة في المجمد يبقى مدة طويلة قلنطاتنا من بعد ما وجده نصفهم هذه العسلة و نستفهم و نرشوهم و نلفهم الطريقة التي نريدها و نتكالوا مباشرة من أحسن مباشرة لأنه يبردوا و لا يجب أن تقرميشهم و بالصحة و الراحة هذه شهوة مغربية و ليس شهوة زمان أتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم و كمشتوا الطريقة السهلة جدا و يجبوا من مدقة رائعة المسكا و الظهر سبحان الله كيف فكرنا بالطفولة و كانت جدتي الله يرحمها و كانت تصوهم و بالصحة و الراحة و تبقوا على الراحة